أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقيين نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قام بزيارة متفق عليها إلى العراق تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية في إطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في عاربة داعش بينس الذي لم يتوجه إلى بغداد واكتفى بمهاتفة عادل عبد المهدي كما يقول البيان العراقي زار أربيل والتقى رئيس الإقليم والحكومة هناك هذا فهمناه ما بدى مختلفا عن بيان الحكومة العراقية وحتى بيان حكومة إقليم كردستان هو ما قاله بنس ذاته نتابع فيما يتعلق بمناقشتنا مع رئيس الوذراء لقد تحدثنا عن ماذا يحصل في الأسابيع الماضية وتظاهرات التي حصلت في العراق وأكد لي أنهم يعملون لتفادي العنف والقمع وفيما نتكلم هناك أيضا تظاهرات في إيران ولقد تعهد لي أنه سيعمل على احترام المتظاهرين السلميين كجزء من العملية الديمقراطية هنا في العراق أنا أشجع الجميع على الاستماع إلى المتظاهرين والعمل على إصلاحات وهذا أمر ذكرناه أنا والرئيس برزاني لقد لدينا شراك قوية مع الشعب العراقي لقد عشنا حربا لقد حررنا العراق من الدكتاتورية ومع حلفائنا لقد حررنا العراق مشددا من تظيم داعش وكما قلت لرئيس الوزراء عماري وكما قلت لسيد برزاني هنا في المنطقة الكردية إن الولايات المتحدة مستعدة للتحالف بشكل أفضل والتضامن معهم لكي تكون الحوكمة هي الصحيحة لتحقيق الأمن والسلام للشعب والمنطقة ولقد شددت ذاكر سابقا على التزامنا والتزام رئيس ترامب لعراق سيادية ومستقلة لتزال أمامنا الكثير من المخوف ما يتعلق بتأثير إيران على العراق ولقد أوضح لسيد ترامب ذلك ولكد بحثت هذا الموضوع مع الرؤسة العادة ومع قادة هذه المنطقة ليعرفوا أن التزامنا هو للشعب العراقي ونريد رؤية إيران حرة من التأثير السلبي لإيران وأننا نحترم أصوات الشعب برمته مرحبا بكم الجديد استاذ أحمد أحييك حقيقة مرة أخرى أنت متابع جيد لمسار العلاقات العراقية الأمريكية منذ 2003 إلى اليوم حقيقة ما انتهى إليه نائب الرئيس مهم نحن لاحظ أكدت والقول له لرئيس الوزراء العراقي ورئيس الإقليم يشير هنا إلى المنطقة اللي كان هناك يشير إلى أنه أكد نحن ملتزمون بعراق قوي بعيد عن إيران والسيادة ما الذي يعنيه؟ هذا هو الهدف الأساسي الحقيقة اللي متابع ترامب الكثير كانوا نحن ما نتحدث عنه ترامب أنا نتحدث عنه حتى قبل الفوز وموثق هذا الرئيس مختلف تفقت معه واختلفت معه هو مختلف وبالتالي أنا قرأت في الواشنطن بوز منذ سنتين كان يعرض عليه الملف العراقي لم يظهر اهتماما كبيرا صحيح ولكن كان يسأل سؤال ما الواقع في العراق؟ كلها فساد وخراب وداعش انتهت ولكن ماك رؤية للعراقيين لإنتاج بلد يعني مستقر وآمن وذات مستقبل زاهر لأبناء وكان يقول لهم وين السبب؟ يقول إيران يقول إذن نحن علينا أن لا نصلح نتعب نفسنا في الإصلاح في العراق علينا أن نذهب إلى إيران هذا هو مختصر فلسفته وبالتالي عندما يأتي إلى إيران هو لا يريد أن يشن حروب هو استخدم العامل الاقتصادي والضغوط اليوم التحرك مع النائب الرئيس صح يأتي في إطار هذا ومعرف إيش وأنه جاي على جنوده في هذا العيد اللي معروف في أمريكا العيد الشكر العيد الشكر عفوا فهذا الموضوع صح يبدو هكذا ولكن هو جاي برسالة واضحة شوف حديثه مع رئيس الوزراء بالتليفون كان بصيغة الأمر لأنه تعهد وبالتالي تعرف باللغة العربية التعهد يأتي أمام أمرا أنا أفسر الحديد هو قال تعهد give me a commitment مصح الالتزام الالتزام اللي أعطى الرئيس الوزراء بالتأكيد جاء بناء على طلب من نائب الرئيس بضرورة حماية المتظاهرين وتحقيق مطالب الناس والاستماع إليهم حيث تثمسال فيما يتعلق في الشأن الداخلي وتحدث معه بضرورة احترام سيادة العراق ومنع التدخل الإيراني وذهب إلى منطقة الإقليم إلى الإقليم وتحدث معهم بنفس الإطار بمعنى أن أمريكا لديها معلومات ومعطيات حقيقية أنه الإيرانيين قد يكون لديهم فعلا ما في الأيام القادمة ولذلك خامل هنا أقرأ المسألة وهو تعهد بأنه أمريكا سوف تكون كحليف قوي للعراق أي بمعنى هناك قد يكون رد ما رد من أين طرف؟ رد بمعدة مستويات يعني عندما تحصل رد أمريكي على فعل على فعل إيراني أو من يرتبط مع إيران اللي هو فيه يقع في إطار البروكسي وور طبعا الآن الأمريكان متبنين مسألة البروكسي وور اللي هي الحرب بالنيابة أو بالوكالة الوكالة وستراتيجيتهم موضوعة في هذا الشكل هسا السؤال هنا يظهر أستاذ علي لماذا مثلا أمريكا متدخلة بشكل مماشر يعني بومبيو عندما يحيي الشعب اللبناني أو يحيي الشعب الإيراني يتساءل الجمهور يقول ليش ما يحصل هذا في العراق بشكل مباشر وتناقشنا أنا وانتا شو السبب هذا النظام أوجدتها أمريكا صحيح وبالتالي اللوائع والقوانين والأعراف الأمريكية لا تسمح لأي إدارة أمريكية وإن كانت توصف بأنها متطرفة أو حادة أن تقلع هذا النظام لكن النظام في إيران يعتبرون نظام عدو والنظام في لبنان ليس منتجهم منتج من الأربعينات هو قائم على هذا التوزيع الطائفي ولذلك هل فرستيان تعطي لأمريكا مساحة من الضغط؟ صحيح بدليل من هنا من هنا ثم تمن يقول على الأقل في الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ما يسميه double standards أو معايير مزدوجة في السياسة الأمريكية لجهة أنها تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني لماذا؟ لأنه قطع الإنترنت بينما حليف أمريكا هكذا ويسمى في العراق ومنه وزير الاتصالات العراقي فعل ذلك عشرات المرات ولكنها لا تفرض عقوبات عليه لكن الأمريكان صحيح صحيح والشارع يقول هذه النقطة التفتنا لها هذا ليس يفحص عن أمريكا لكن هل سوف تبقى أمريكا في هذا الإطار النصح والتوجيه؟ بالتأكيد لا أنا أقول لك شيء بشيء أذكره مرة أخرى وثيقة الشرف اللي خرجت صار الاجتماع بعد تهديد بومبيو عندما قال طارد المسؤولين العراقيين الفاسدين لاحظ بساعات ذهبوا القوة السياسية كلها بعدين ستتملصوا منها حقيقة الآن الأمريكان شو قدرون لماذا تملصوا منها؟ أنا أقول لك لأنه لم تحقق المطلب بالنسبة لهم لأنه سيد عادل عبد المهدي بعد ما خرجوا وشعر بأن القوة السياسية اصطفت خلفه بعث أسماء مستقلين للبرلمان وعطلوا الجلسة هذه الطبقة السياسية لا تستطيع أن تعيش خارج المغاناة أستاذ علي تتعرف شو القصة؟ مبارح يوم أمس وهذا خبر مؤكد بعث تسعة أسماء من المستقلين لتعينهم كوزراء بدلاء وما حصل؟ وخربوا الجلسة القوة السياسية وقالوا إحنا نسحبنا من هذه الوثيقة من قوة يقال أنها استحبت؟ هذا ترى هو السبب سبب بسيط وسطحي يعني هم لا يفكروا في عمق القضية لا زالوا يراهنوا على البقاء رغما عن أنوف العراقيين وبالتالي ماذا يعرفون التحول الدولي الحاصل الجيو بوليتكس بالمطبع؟ هل استخدام العنف عند هذه القوة وارد من أجل أن تبقى في السلطة؟ لن تستطيع أن تصمد بدون سناد سناد إيراني مباشر وهذا لن يحصل إيران تعرف القوانين الدولية ماذا يعني الاشتياح وتجربة صدام حسين حاضرة لن تخرق إيران تشتغل بالدسائس تحت الطاولة لن تشتغل ظاهريا وهذه هي مشكلة الآن عندما كشفت إيران ما هو دورها في المنطقة طبعا كان دور لأمريكا وإسرائيل وحتى السعود يلعبوا هذا الدور في كشف هذا المخطط أصبحت إيران في مواجهة بلاد التحدة الأمريكية وحدها وإدارة ترامب لا تميل للحرب تميل لإستخدامات اقتصادية وأمنية أسأل بعض شون يسأل أنا أقول لك يا بيقول صراع استخدام السي آي اي والسي آي اي تعرف أسالفهم تأجيج الشارع اغتيالات حتى هناك الحرب السيبرانية سيبرانية وهذه فعلت فعلها يعني ضريف وزير الخارجية الإيراني والرجل يوصف بأنه الوجه الدبلوماسي المقبول في الغرب حقيقة لدى إيران الرجل تحدث علنا أنه رحلة الصاروخ التي كان من المفترض أن تحمل قمرا صناعيا إيرانيا الصاروخ فجر وهو على الأرض بعبر الإنترنت طبعا استاذ علي إذا تحدثنا هذا جزء من الحرب السيبرانية طبعا الأمريكان بعثوا لهم أكثر من رسالة الإيرانيين يعني محطة بوشهر تم تحقيقها تعطيل كل السنتر الفيوغل هذا الطرد المركزي نعم بلحظات تم إيقاف كل السيطرة الكمبيوتورية الكمبيوتر توقف السيطرة فالسنتر الفيوغل فقط سيطرة تطار هذا يطير يفتر ربما حوالي عشرة آلاف دورة بالدقيقة تخيلوا ويبعثونهم رسالة وذلك بعدها ضريف يتحدث غير هذا في البلازمة التكنولوجي اللي هي منعقد تمتلكها أمريكا تمتلك أشياء إحنا مو محلنا الآن أقول هذه القوة السياسية إذا تريد أن تحمل السلاح على من أما فيما بينها وهذا هو الصراع اللي يسمى البعض للأسف يتحدث عن صراع شيئي الشعبي سلطوي ممكن أو تحمله على الشعب مجتمعة لكن لا تستطيع لوحدها يجب أن يكون لديها حليف ماسك الأرض وهذا الحليف الآن غير قادر على أن يمسك الأرض هناك الولايات التحدة الأمريكية هناك الإيرانيين هناك الشعب العراقي هذه المعادلة الآن صارت جديدة ظهرت جديدة لم تكن هكذا أمريكا في زمن أوباما تقريبا تراجع دورها بالعراق إلى حد كبير والإيرانيين كانوا متمكنين من كل شيء والشعب العراقي كان في سبات اليوم هذه المعادلة يجب أن ينظر لها من زاوية أخرى وتقدير آخر القوة السياسية الآن هي أضعف نقطة يعني أضعف رقم في هذه المعادلة ستقول لي كيف أقول لك أولا أي مقبولية شعبية ماكو أي تأييد دولي ماكو المرجعية تحدثنا عنها وموقفها من عدها هي فيما بينها وعناصرها في أزمة ثقة كبيرة الإيرانيين طبعا لو لا الظرف كانت غيروهم ولكن على ذكر خشية هذه القوة من المرجعية هناك نسبة كبيرة أستاذ أحمد من هذه القوة لا تقلد المرجعية ولا تحترمها أصلا وهي ولائها حتى العقائدي لمرجعيات أخرى غير مرجعية السيستاني وبالتالي لتقول للمرجعية نحن نعتمد على بين قوسين على ظهر أكوى لكن في الأزمات في الأزمات ماذا كان يفعلوا يريدوا أن يتستروا في عباءة المرجعية الآن كشبت هذه اللعبة يستخدموها ولكن الإيمان الحقيقي ليس للمرجعية لا حتى في أزمة داعش مرورة وقضية اللي عليها جدل كبير مثل الجهاد الكفائي وكذا وتعرف البعض لا زال يقول لك يا لم تكن فتوى بهذا المعنى كانت فتوى للنضمام للجيش والفلطة المسؤولية نعم ولكن الفعل السياسي ولذلك هي المرجعية من اللحظة الأولى في خطب الجمعة كانت تقول المتطوعين لم تذكر الحشد في يوم من الأيام بمعنى لكن تم تحوي لو تجير إلى هيئة وبالتالي مشوار آخر واليوم هو الحشد الحقيقة أغلب هؤلاء مثل ما في القوة السياسية السائدة اليوم التي هي حقيقة تحدد حتى مسارات الحكم بشكل عام هي قوة مصنفة على هذا النحو حتى يقال أن الأمر لم يعد حتى بيد الحكومة ولا البرلمان أن هذه القوة التي لا حتى تؤمن بالمرجعية هي صاحبة اليد العليا نعم خلينا نتحدث بصراحة هي القوة اللي يسموها القوة الولائية سواء بالحشد أو في العملية السياسية اللي مرتبطة بمرجعية المرشد الأعلى في إيران كيف يمكن لها أن تتراجع؟ ما عادها قدرة على التراجع هو الآن الارتباط أصبح ارتباط وجودي حتى بالنسبة لإيران هذا السلطة والنظام القوي الآن في صراع وجودي أما أن ترحل أو أن تبقى البقاء هو كيفية البقاء هذا السؤال هل تبقى بدولة الإكراه؟ يعني أنت راغي من الناس على بقاءك وبالتالي ما تحقق لهم شيء؟ أي يعني نموذج بين قوسين هناك نموذج ناجح لدولة الإكراه وهم موالون لها ويقول لي لماذا لا نكرر في العراق؟ ممكن لا يختلف بشيء واحد أولا ما حصل في إيران حصل في ظل ثورة ليست ثورة بسيطة ثورة تاريخية المتعرفة في ثورة بهم وكان لها قائد قائد روحي اللي هو الخميني وهذه واضحة وبالتالي الشعب الإيراني كان قد رفض الحقيقة جزء كبير من الفساد اللي حصل في آخر أيام الشاه سنوات الأخيرة فكان يعتقدوا في النموذج الإسلامي هو حل إشكاله وذلك بنى مثل شوى الدولة جوي نفس المؤسسات طهروها وبقوها هذا النموذج من خلق في العراق؟ أولا العراق ليس طائفة واحدة وهذه أعقد النقاط بالنسبة لهم الطائفة التي هم يعتبروها مثل ما ذكرنا رصيدهم هي التي انقلبت عليهم وهذه النقطة الأساسية إعادة إنتاج الحرس الثوري من خلال الحشد لا يمكن لأنه تربيتها ذاكة تعرف جنابك أستاذ علي البعض يسمع الحرس الثوري هم أبناء شهداء ثورة بهم وتم تربيتهم على مدى ثلاثين عام فهو منتسق عقائديا صحيح وغير المنافع اللي محققها كونه بالحرس وكذا الجماعة خلصوا الحرب على داعش صارت بالحكومة تعرف جزء كبير من مقاتلي الحشد الحقيقيين اللي هم في ساحات التظاهر وهي حقيقة وذكروها قالوا وإحنا قاتلنا داعش القيادات اللي عندنا مو قيادات حقيقية سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري أو الأمن ليست قيادات حقيقية طارقة نفعية تدور شوه هو قاعد بهذا المنصب وهي مشكلة العراق يمكن هذا ما ذهبت إليه قبله أستاذ أحمد بالإشارة إلى يعني هذا أشكال الظلم التي أنتجت أجيالا غاضب